اشتركوا في القناة استفدت من هذا الدعم واليوم تعرف واحد انطلاقة ديال هاد البرنامج هذا اللي هو مشروع قائم بذاته تهم المهنيين والمحترفين والهوات والشباب اللي تحبو مسرح طيفل والتي مارسوه وفي نفس الوقت تهم فئة كتير من الأطفال ديال منطقة اللي عندنا في التوطين اللي هي المركز الثقافي بن حمد في نفس الوقت عندنا فضاءات اللي تابعة الجهات الدار البيضاء الكوبار السطات دونك هاد البرنامج هدا تيشمل مجموعة ديال دورات تكوينية وندوات وورشات ولقاءات وعروض مسرحية البرنامج حافل حافل جدا بمجموعة ديال الانشطة بتواصلية مجموعة ديال دورات تكوينية اللي مهمة بزاف بشكل كبير وحنا في حاجة لها كممارسين اللي تتهم يعني الناس اللي تي مارسوا المسرح هاد الانطلاقة اليوم غن نفتتحوها ان شاء الله بندوة صحفية بحضور مجموعة ديال المنابر الصحفية وكذلك غدي نطلقوا ببرنامج نوستالجيا ضيف هاد اليوم غدي يكون معنا رائد من رواد مسرح الطفل والفنان عبدالطيف خمولي اللي تجربته يعني الكبيرة تتكلم عليه والممارسين تعرفوا بقيمة هذا الرجل اللي هو كممثل أبدع وأتقن وكمخرج وكمبدع لمسرح الطفل يعني خلى بصمة كبيرة اشتغل على الأوبارات من البدايات يعني من الناس اللولي اللي اشتغلوا على الأوبارات الغنائية للطفل وحنا فرحانين باش اليوم يكون الافتتاح بسي عبدالطيف خمولي وهذا المشروع هذا داخل في إطار دعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطع الثقافة نتمنى إن شاء الله التوفيق نتمنى إن شاء الله ينجح البرنامج بشركاء اللي بغيناهم يكونوا معنا ديال المجلس ديال بن حماد وديال المديرية ديال وزارة التقافة نعم هذا البرنامج هذا يعني تغطي جهات الدار بيداستات ولكن فضاء التوطين فين غادي يكون عندنا المركز هو بن حمد مركز التقافي بن حمد اللي هو واحد المعلامة يعني جميلة جدا وجد في ذلك الموقع يعني والهدف هو باش باش تحاول هذه المنطقة تنتاعش تاهية تقافية لأن تم الأطفال والشباب يعني محتاجين بحال هذه الأنشطات وهذه الدورات الكوينية وهذه الوراشات اشتركوا في القناة